السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الطفل العزيز نص قرائي نص سابعة سبعة سبعة ستين خفت وستين على بركة الله لا تنسوا الاشتراك طبعا وجزاكم الله خيرا إذا نبدأ بتقرير النص صاحب النص إذا مصدر النص المصدر النص المصدر المصدر النص المعهد العربي لحقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منظمة العفو الدولية فرعة تونس مطبعة العربية 1992 مجال النص يرجع ضمن مجال القيام الوطنية والإنسانية يرسل عنوان تركيبيا ودلاليا بسبب الله تركيبيا أسلوب نداء حذفة أداته ويتضمن مركبا وصفيا من موصوف الطفل وصفة أو صفة أو وصفة العزيز إذا موصوف الطفل والصفة هي ونقل النعته المنعود توجيه دلاليا توجيه النداء إلى الطفل لإخباره بأمر ما سيذكره في النص شيء أنس يستفيد منه وينفعله باش عرفناها كيف عرفنا أنه سيستفيد منه لأنه قال له أيها الطفل العزيز هذه الصفة العزيز يعني مدام عزيز إذن سيخبره بشيء يفيده على بركتلا الرسوم المصاحبة تعبره عن مجموعة من الحقوق اللي يجب أن يتم التعبها الفرديات الماسوغة من طرف التعلمين من قبيل نفترض أن موضوع النص أبرز حقوق وواجب الطفل نوع النص إذن نسبة الفردية إبراز حقوق وواجب الطفل نوع النص مصد تفسيري مجموعة من بنود قانونية تقريب عشرة البنود فهم إضاحات لغوية الأنفاء الأخبار ينتزعه منه يأخذه غصبا أثر أغنى إضاحات هنا ينال من كرمته يهينه يضمن يكفل يستبعد يجعلك يجعلك عبدا لهم الاسترقاق طبعا الفكرة العامة ذكر مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الطفل والواجبات التي تقابلها هذه الحقوق إذن عدنا واجبات وعدنا حقوق مضامين البنود باتبار عشرة البنود كل البند ذلنا لي الفكرة الناس متساونة في الحرية والحقوق والكرم على أساس الإخاء بينهم الحق في التمتع بالحقوق والحريات دون اعتبار للغات ولون وفكر والمستوى الاجتماعي والانتماء الجغرافي الحق في الحياة السعبات السلب للحرية التعديب والإذاية وإهانة السلوكات مرفوضة الحق في التملك الحق في حرية الرأي وتبادل المعلومات والأخبار الحق في التمدرس والتعلم الناس ملزمون بواجبات تجاه المجتمع من خلال احترام الحقوق والحريات وجوب واحترام القانوني الذي يضمنوا الحقوق والحريات الفرضية نرى ما الفرضية الصحية هي أن النص أبرز أخذ حقوق وواجبات الطفل تحليل الحقوق الحق المعجمي الحق عنده علاقة بالحقوق الحرية العدل الكرامة الحق في التعليم الحرية في التعبير والأمن الحق في الحياة الحق الدلال للواجبات إذا هذا حق يدل على الحقوق عدم استعباد الآخرين عدم تعديب الغير أو إيضاياته اهانته احترام حقوق الآخرين وحرياتهم احترام القانون علاقة بين هذه المواجمين علاقة الترابط والستلزام أو تلازم يعني أنهم يمكن أن نتحدثوا على الحقوق بدون واجب ونتحدث عن الواجب بدون حق إذن هناك تكامل وترابط ملامح التفسير استعمال الأسلوب التقريري الجذب في التوجيهات التي يقدمه الكاتب في شكل بلدات صفة قانونية ملزمة للفرض والجماعة داخل المجتمع جميع الناس لك الحق لا يحق لأحد لا يجوز من حقك يجب عليك ثم هيمنت الجملة الإسمية للدلالة على أن الحقوق التي تنولت بونود مصر حقوق تابتة لا تتغير في الزمان والمكان هذا هو الأهمية للجملة الإسمية توضيف على ما ترقب تفيد التفسير بحل العارضة وتفيد توضيح الفكرة وذكر جزئياتها تكرار تكرار وإن كانوا النفي لا يحق لا يجوز إذا ندي ملامح تفسير في النص المقصدية دي النص للنص مقصدية يعني شنو الهدف من النص لأن النص مقصدية تعليمية وجهية بنسبة للطف حتى يكون على علم بما له من حقوق وما عليه من واجبات في إيطار سنظيم علاقته بالأفراد والجماعة في مجتمع عدنا القيام متضمنة في النص قيام موطنية وقيم إنسانية أما القيام موطنية التربية على مواطنة الحق المتمثلة في التمتع بالحقوق مقابل الالتزام بالواجبات قيام إنسانية لإيخاء احترام حقوق آخرين وحرياتهم تبادل أخبار والأعراء نوعية النص نص تفسير إذا اللي عجباتوش حاجر يوقع بسبل تركيبها هو ممكن نقدر نعوده في آخر الفيديو مهم ما هو وقف ستقرأ على خاطرك نبدأ دبا الأسئلة دي النص على بركتي الله لاحظ عنوى النص وحدد المخاطب توجي النداء إلى الطفل الإخباري بأمر ما سيأتي ذكره في النص أيضا المخاطب هو الطفل المخاطب هو الطفل حدد مصدر النص مصدر النص شفناه كما قلنا قبل المعهد العربي لحقق الإنسان الإعلان العالمي لحقق الإنسان منظمة العفو الدولية فرحة نص مطبعة العربية 1992 يتكون المصد من عشرة بونون عين البند الذي يشير إلى ضرورة احترام القانون بوند العاشر اللي يقول يجب عليك احترام القانون الذي ينبغي أن ندمنى لك الحقوق والحرية عين البونود التي لها علاقة بكل حق من الحقوق الوقاتية مثلا عندنا الحرية العدل كاراما الحق في تعليم حرية التعبير كل واحدة نكتب و تحتوي البند مثلا الحرية هي البند واحد بسبب العدل البند جوج الكاراما البند خمسة الحق في تعليم ثمانية حرية التعبير البند سبعة تحريب بلية أنا ممكن تقرأ بوحدك وتشوف موض البند اللي مناسب إذن باش نمر إذا انطلاقي أو انطلق من إجابتك السابقة ثم أتمن ما يأتي إن حقوقت بجزء من حقوق الإنسان كما حدد الإعلان العالمي كما حدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأنه باعتباري طفل من حق التمتع بالحقوق الآتية الحق في التعليم والحق في الكرامة والحق في العدل والحق في التمدروس كذا كذا لكن الشرط الأساس للتمتع بالحقوق هو احترام القانون والالتزام بالواجبات صفي إذا كل فراغ قابلت معه اللي غتكتبت معه بسبب الحقوق راتزيد أي حق طاح لك في بالك زيدوا تمامه نعم إذن أملأ الجدول بما يسمي الألفاظ ولا عبارات إذن لدينا الحرية والكرامة القانون الأخوة استخدمين المهم من دير الجدول هذا هو الأخوة الحغير هو مقلوب قلبنا أبنينا من من العكس إذن الحرية من هنا ولدتوا حرا ولدوا أحرارا يعيشوا حرا لا يحق الأحد أن يستعبدك الكرامة متوينة في الكرامة لا يحق الأحد أن ينال من كرامتك الشيء من النصط طبعا القانون احترام القانون يحقوا لا يحقوا يجبوا عليك ينبغي أن يضمونه روح بسبب الأخوة روحوا الإخاء جميع الناس لهم الحق بسبب استخرج فيه جدولين من عمودين أرفضوا العبادة للغا على حق الفردي وهذا الجدول التحتانية نديره فيه الحقوق الخاصة بالفرد الحقوق التي تنظمه آخرين سأخذنا هو مقلوب بدنا بالعكس دياله المساواة لعدل الأخوة الاحترام حقوق الآخرين تابع الأنباء والأرأة هذا بسبب الحقوق التي تنظم العلاقة بالآخرين أما الحقوق الخاصة بالفرد الحرية الكرامة الحياة التملك التعبير تمدرس التعلم إذا نقلوه بش نمروا السؤال آخر سأخذنا سأخذنا تبدأ بعد البونر بعض من حقك لأن تبدأ بعد البونر الأخرى بعضها عليك ويجب عليك يستعمل الكاتب هذا الأسلوب ليفرق بين الحقوق والواجبات فعبارة عليك تشير إلى الواجب عليك ويجب عليك تشير إلى الواجب وعبارة حق لك تشير إلى الحق يستعمل النص جملة الإسمية بكثرة هذرنا عليكم بنا مثل ذلك من النص عندنا جميع جمال عندنا مثلا هو مثال هذا جميع الناس لهم الحق وهذه الجملة أخرى لك الحق في الحياة هذا لك الحق هذا خبر مقدم الحق لك في الحياة إذن هذا المثال لجملة إسمية ويرجع استعمالها إلى كون الحقوق الواجبات حقوق ثابتة لا تتغير بالزمن وكان يأخذنا هذا الجواب هذا نختار هذا مثل لأسلوب النهي بمثال من النص وأسلوب النهي بمثال لا يحق ولا يزل لك ما تريد مستعماله قد استعمل في النص لتعبير حق الغير التي يجب احترامها ولا يحق انتهاكه إذا نمروا بسرعة لا أكتب أقل ما أكملتش ووقف الفيديو استنتاج أواني تركيب كنجمعه وصفة نفس الكلمات أو الجمل والعبارات الموجودة في وركب كنعود ندير للاحظ سياغة أخرى قريبة منها ولهيانية بسبب أنتج معرفت أن أجدت فيها بسبب هذه سنجاوب على ذلك الجدول من خلال ذلك أنتج اتفاقية حق الطفل في اعتمدتها الجمعية إذا تم اعتمد اتفاقية حق الطفل من طرف الجمعية العامة للأمم متحيدة متحيدة خاصة تاع بتاريخ عشرين ووان بير ألف تعمية سنجاوب ثمانين دخلت حيزة في ألف تعمية وتسعين صادق على المغرب سنة ألف تعمية وتسعين تحفظ المغرب بهذا هذا هو التحفظ وقرأوه إذا هو تحفظ على المادة الرابعة هذه تحفظ على أحكام المادة الرابعة عشر التي تعترف بالطفل بحق حرية الدين هذه المادة الرابعة التي تقول تعترف بالطفل بحق في حرية الدين إذا بغيت تكتب هنا كتب المادة الرابعة المادة الرابعة نظرا لأن الإسلام دين الدولة نعم انطلق من ألف تعمية مستخرجة أو مستخلصة في الجدول والسوق فقرة مناسبة تم اعتماد تحفظ في المنطرف هناك مكانة فقرة بسبب البحث جاوبنا على البحث أن ترى القانون الداخلي هذه اللي عندك تفل مؤسسة ديالك وشوف ديال القيسم مثلا وشوف منه الواجبات هذا مزج استشاري أكتف لكم التعريف عليه وصلوا على رسول الله ولا تنسوا الاشتراك لا تنسوا الاشتراك